غزوة دومة الجنتل هي أقرب بلاد الشام إلى المدينة وكانت هذه الغزوة في أواخر السنة الرابعة على رواية وفي ربيع الأول من السنة الخامسة على رواية أخرى وسببها أن نبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بهذه البلدة قوما يظلمون من مر بها ويحتدون عليه وأنهم يريدون الاقتراب من المدينة فخرج إليها في ألف من المسلمين فلما اقترب الجيش منها خاف القوم فتفرقوا وأصاب المسلمون من ماشيتهم ورعاتهم ما أصابوا وفي الرجوع من هذه الغزوة وادع النبي عيينة بن حصن الفزاري وأبح له أن يرعى بمحل بينه وبين المدينة 36 ميلا فلما سمنت مواشيه وعاد إلى أرضه وقد زال عنها الجذب أغار على لقاح النبي وكان يقال له الأحمق المطاع ومن سوء خلقه أنه دخل على النبي بغير استئذان وفيه يقول صلوات الله وسلامه عليه شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه أسلم بعد فتح مكة وشهد حنينا والطائف ثم ارتد في خلافة الصديق ولحق بطليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة فآمن به فلما هرب طليحة أصره خالد بن الوليد وبعثه إلى الصديق في وثاق فمن عليه وأسلم ترجمة نانسي قنقر